وجوده النهاردة مع مجموعة اللي كان قبل كده ممكن ايه مداري بيجي يعني مثلا الخواجل اللي جاء قبل كده قالك انا بكون فريق دلوقتي النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها تكون فريق بالنسبة حتى الجمهوره فالموضوع ان انت موجود هنا عشان تكسب بطولات نفس الوضع برضو نازم اكتران هو طبعا مما لا شك فيه ان المونتس محنوط طير لما تعاقد مع مارتين يول كان هدفه البطولات يعني ايه هدف البطولات وهو فهمه حسب معلوماتي يعني ان هو لما قعد معاه واتفقوا قال لنا بلعب بلعب دوري بلعب كاس بلعب افريقيا بلعب سوبر افريقي بلعب سوبر محلي هدفي اوصل كاس عالم للاندية يعني هو الراجل جاي وعارف ان هو بجاي يدرب فريق او جاي يدرب نادي نادي بطولات خلاص انا يمكن كان لي وجهة نظر في الموضوع ده وقلته يمكن اكتر من المرة في الاستوديوهات بتاعتنا هنا ان المدرب اللي يجي لازم يعود له على الاقل مباراتين ثلاثة يتفرج على الفرقة ويمكن ده اللي انا نديد بيه ان كابتن زيزو يستمر مباراتين ثلاثة ويجي المدرب يتفرج على الفرقة عشان يعرف امكانيات اللعيبة ويعرف طريقة اللعب ويعرف طريقة تفكير اللعب المصري وبعد كده يستلم الفرقة هو يعني هو مارتين يول بكرة بيتفرج على المباراة من المدرجات هيستلم من مباراة المقصة ما بين مباراة مترو جيت والمقصة ثلاثة ايام اذا كان الجهاز اللي معاه وعلى ما اعتقد ان ده حصل وضحوا له كل شيء بالنسبة للعيبة امكانيات كل اللعيبة عدد مباريات لعب كل لعيب لكن في نقطة هتبقى مهمة جدا وخطيرة جدا في الموضوع ان هو ممكن يلعب بنفس التشكيل اللي هيلعب بيك كابتن زيزو المباراة بتاعة بكرة الا اذا حصل اصابة او اقافة لكن هي موضوع التغييرات بقى اللي قاعدين على دكة البودلاء هل الراجل حيقدر في الفترة دية يكون فكرة عن البودلاء اللي هم مش هيشاركوا بصفة اساسية او في المباراة بكرة على ما اعتقد ان دي هتبقى يعني نقطة فاصلة في ان الراجل يكون كون فكرة كاملة عن اللاعبين فاتمنى من ربنا ان هو يعني الجهاز اللي معاه وكابتن زيزو يكون هيعود طبعا او قاعدوا معا النهاردة وهيعودوا معاه بالليل في اسكندرية لان هو الراجل طلع على اسكندرية برضو وحيفهموه وحيوضحوه لأمور كلها وعلى ما اعتقد ان هو برضو تفرج على مباريات للنادي الاهلي في الفترة السابقة وكون فرقة الى حد ما تقدر تساعده في ان هو يقود النادي الاهلي في الفترة اللي جاء ان شاء الله بنجاح اشتركوا في القناة